أود أن أشير إلى السبب العسكري الفني الذي أدى إلى استخدام هذا النوع من السلاح وهو أننا لم نستطع القيام بهذه العملية بطائرات دون طيار أو الطائرات العسكرية الموجودة في أفغانستان لتدمير هذه الأنفاق حيث أن مقاتل داعش يختبئون في الوادي وقطعوا كل الطرق المؤدية إليهم وزرعوا الألغام في المناطق المحاطة بهم وقد حاولت قوتنا أربع مرات للقيام بالعمليات عن طريق البر ولم تنجح كل المحاولات وأصيب عدد من بيننا وحاولنا أيضا شن عمليات ليلية ولم تنجح أيضا ولهذا السبب تم استخدام هذا النوع من الأسلحة تشير المعلومات الأولية إلى أن 36 عنصر من داعش لقوا حتفهم وأن هذا العدد مرشح بازدياد لأن هناك عدد كبير من المقاتلين كانوا متواجدين في المعسكر خلال شن الهجوم القوات الأفغانية وصلت المكان حيث تقوم بتمشيط الأحياء المجاورة وحصر الخسائر البشرية والمادية وحصر العتاد العسكري الذي تمت السيطرة عليه في المعسكر لذا كل المعلومات المتوفرة الآن غير دقيقة إلى حد كبير